السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. برحب بكل الموجودين معي في القناة. وبقول لك لو انت لست جديد معي في القناة تفضل اشترك. وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولايك لو الفيديو عجبت ان شاء الله. آآ هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج الجوزاء. آآ اهلا برج الجوزاء. آآ نبدأ الكراءة باسم الله الرحمن الرحيم. آآ شايفك تعبان جدا. تعبان بقى لك فترة. من شهور من تلات شهور تقريبا. آآ التعب النفسي ده عندك زاد. مش الفترة دي بس. آآ بشايفة في ناس هنا منكم فتاة تسافر. ناس عايزة تسافر. آآ هنشوف دلوقتي اللي بصفر مفتوح ولا لأ. الحالة الزعل اللي عندك دي برج الجوزاء عندك متغيرة يعني مش مش دايما. مش دايما زعلان. ممكن ده يرجع لطبيعتك الهوائية يعني. التقلبات مزاجية كتير. بالنسبة المتجاوزين. انت بتمر بحالات شك. البعض منكم طبعا. اغلبكم شككم صح. يعني مجرد افكار في دماغكم بس. آآ في منكم عندهم تدخلات. منكم عندهم تدخلات من اشخاص سيئة جدا. اشخاص سيئة في حياتكم. الاشخاص دي عايزين يدمروا حياتكم. بس تستنوا كده موضوع السفر ده. في كتير منكم هيسافر. موضوع سفره مفتوح. اللي مستنين ارتباط بعضكم فيه بسبب الاهل. يعني اهل الطرف التاني. يعني رافضين ان الارتباط ده يتم. في الفترة الحالية مش شايفة موافقة. بس هنشوف لما نعمل كراءة تاني للنص التاني من قبرل ان شاء الله. لان الموضوع مفتوح. مش مقفول على الاخر يعني. فان شاء الله خير. المنفصلين او المطلقين في طلاق حصل او بيحصل مع ابراج مائية. آآ بعضكم كان السبب فيه تحر. شايفة كنتم اللي اتنين بتحبوا بعض. عايزين ترجعوا. شايفة فيه كمان ابراج نارية. فترة دي يا برج الجوزاء انت بتمر بحالة اكتئاب كبيرة جدا. طيب انا عايزة اطومنكو شوية. يعني انتم الابراج اللي غالي عندي يعني. في حاجة انت بتتمنيها او بتدعي ربنا انها هتتحقق. آآ هتتحقق ان شاء الله. تفقلوا شوية يا اصحاب الدحكة الحلوة. تفقلوا شوية. ويهدوا شوية. عشان اعصابكم. شايفاكم تعبانين. آآ بتبكوا مقهورين. يعني قلبكم موجوع قوي. اهدوا شوية اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. في منكم استني حب جديد. سواء كان عنده علاقة قبل كده او سواء ما كانش عنده علاقة قبل كده في منكم استني حب جديد. وآآ وآآ علاقة كويسة جدا. يعني الحب الجديد اللي جاي علاقة كويسة جدا. عايزة اقول لبرج الجوزاء. ما شايفيه هنا? حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص. لان عندك آآ طاقة حسد. ودي زي ما شفتها على فكرة في آآ في برج الاسد. اللي هي نفط طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة. يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحتدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عندك آآ او عندك آآ او عن حياتك او عن حاجات بتعملها آآ بالذات بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج برة محيطك ماشي عادي. آآ ممكن تتكلم تفتفض آآ تحكي عن حاجة عندك. لكن في محيطك لا خالص. شايفيك آآ منتظر بتفكر كتير. آآ بصوا بسبب الانتظار دي يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة. مش حلوة في اي حاجة يعني مش آآ مش في الحب بس. مش حلوة في اي حاجة يعني ما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير. وممكن ما تجيش. لان الانتظار بيأخرها. آآ فنحاول ان احنا نلهي نفتنا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه يجي. يعني تقريبا يعني انت بورج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا. يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية. وان شاء الله قريبا هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار ايه اخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم آآ ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح. في انفصال مع ابراج طرابية. انفصال قريدي حصل. ودي كانت علاقة غير موفقة. طبعا اكيد مش للكل. بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة. بقولك انت ايه بقى يا بورج الجوزاء في الحالة دي. بقولك انك تبص القدام. لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير. تعارفين اللي بيبص وراه مش آآ بيقع. آآ مش بيشوف قدامه اصلا. في فرص بتضيع. لان انت مش باصص عليها. فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير. في نت فيكو مقدمة على ارتباط. عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة بالزات بعد النص التاني. بعد النص الاول من شهر ابريل ان شاء الله. في منكو بقى. بالزات لو رجالة. انتو اللي بتموثلوا في الارتباط. انت اللي بتاعب الطرف التاني يا برج الجوزاء. ومش بسبب حاجة اي مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات. لا هو الموضوع انك بسبب آآ شغلك. حياتك كلها شغل. بتنام وانت بتحلم بالشغل. آآ شايفة العلاقة دي طاقة ابراج ترابية. انت بتحب الطرف التاني. انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني. مخلص ليه. بس مش بتفوق غير لما بتسقده. ولما يرجع ترجع زي عادتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد. وترجع انت اللي بتكلمه. عشان بتحبه. بس لما تتأكد خلاص ان هو معك بترجع تقول نفس الكلام تاني. مش هنسميه مبررات. انت فعلا دماغك عاملة كده. يعني شغلك واخد كل كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية. لان ممكن الناس دي بالذات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم. ممكن الناس دي اه لو مشيوا في مرة مايرجعوش تاني. ودي للبعض يا جماعة يعني مش للكل. وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت. سواء انت او الطرف التاني. يعني ممكن حد فيكم متجوز. الحد اللي متجوز ده ممكن عايز وبيحب حد تاني. هو فيه نوع من انواع الانفصال. بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف التاني. بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزيق. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يعني بصي يا برج الجوزيق هقولك انت انت طيب جدا. بس في نفس الوقت ازاكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه. وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ. يعني تقدر تميز انزا كان الشخص ده مناسب ولا لأ. يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت. لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي. اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه بازاك لو ميزان. هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية. وده بسبب اوضاع خلاكية آآ بتمر بيها الابراج الهوائية. بالذات الميزان. يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان. ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية. بس مش شرط يعني مش شرط لبرج هيكون برج ايه? بس هيكون حب موفق جدا لان هو كمان بيحبك. بيحبك ونفطه يساعدك. يعني اللي يفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه? ويساعدك ازاي? يعني دي طريق 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 تفكير الطرف التاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة. ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن اقول لك تكمل لقدام يعني. تكمل لقدام. وتفكر. تفكر في موضوع الرجوع ده. آآ سواء عايز ترجع او ما ترجعش لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر. بس بقول اللي شايفيه. كمان في منكم في محكمة. وبرضو مع برج ترابي. عايزين تنفصله وتبدأوا من جديد. في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم منكم. لان انا شايفيكم اتظلمته فعلا من جرحته قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول في علاقات السحر كان السبب او الحسد. المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب كانت السبب في حالات الانفصال دي. الحالات اللي هي كانت السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها صلاة. في منها ما فيش رجوع. سواء منك الرفض او من الطرف التاني. لان حد فيكم بدأ حياة جديدة. بعض المتجاوزين. بعض المتزاوجين. ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم. يعني متحملين. ممكن نقول متحملين عشان اطفال. بس انتو نفسيا يعني شايفيكم نفسيا بتعينو كتير. يعني لازم تستعينو جلاة. والناس اللي منكم بتعيش حياة فيها تعب او نكت كتير. لازم جدا التحسين. يعني السلاق رأيه القرآن. سماعي القرآن مهم جدا. الرؤية الشرعية. آآ متح البيت بالكامل بالمية والملح. آآ وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. آآ البعد عن الاشخاص السيئة. انت حاسس بيهم. يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول. انت حاسس بيهم معارفهم. انت عارفهم مين في حياتك. عبادهم عن حياتك خالص. عشان تحس بالاستقرار وتطرد التقاط السلبية من من حياتك. التقاط سلبية وشيطانية بصراحة يعني. بتحب بك يا برج الجوزاء. آآ بيقول النصيحة دي آآ اللي لازم تعمل بيها لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا. يعني انت ممكن تدخل في واجع نفسي كبير. مدمر. بعد الشر عليكم طبعا. آآ في منكم في علاقات سواء بجواز او ارتباط. اي ارتباط تاني يعني غير جواز. العلاقات دي لبعضكم سيئة جدا. وطبعا اللي سمعني آآ كل واحد عارف حالته. علاقة سببت لك تعب. سببت لك خسارة من كل النواحي. اتخزلت كتير فيها. آآ وشايفاك اديت فيها كزا فرصة. كل ده خد من صحتك ومن اعصابك. في منكم نها العلاقة. اللي هي السيئة. ومنكم نفسك. بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء. مش مناسبة آآ اللي اتخاذ اي قرار. يعني اصبر وركز في كل حاجة بالدور حواليك. لحد ما تكون الفرصة مناسبة. ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه? آآ شايفا بعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء. ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس ظهر معي حاجة شفتها يعني آآ اللجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح. يعني بنية ثانينة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت بحد من اللي بيعمل حاجات دي. بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي. يعني حاجة نقلتها عن حد. بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة. يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى. نفستها بزي ما هي. عايز اقول ان الحاجات دي غلص جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحلو. يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان من اللي انا بقوله ده. يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او ما فيش آآ او ما فيش ليها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها. لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة. يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح. يعني طبعا يا جماعة يعني الله اكبر واعز واقدر. يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه. اي كلام اشوفه غير مفهوم لان اللي عمل كده هو عمل كده مش اصدق. اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج. اشوف فيها كلام غير مفهوم. لينا خالص. نبعد عنه تماما. يعني انا عارفة انك متضرر. آآ وبتتعلق ولو بأشاية بس لازم يكون في يقين في ربنا. وان حتى السحر اللي اتعملك هو حصل باذن ربنا. يعني كلنا عارفين واما هم بيدررين بيه من احد الا باذن الله. فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا. وكل امر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكم عمل السحر ده. يكون حد سيء جدا جدا. وربنا ازن لسحره انه يكون عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي. انه ازن ايه? وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه. بصبرك طبعا ان شاء الله. فكل امر الله حتى لو ظاهره في حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متأكدين كده. زي ما قلت في رجوع لابراض هواية ومائية. بس تفقيدك انت الاختيار. والقرار. لازم تهدأ. تثبت كده شوية امور امور في حياتك معينة لاني شايفة اهلابكم كده آآ ليلكم نهار ونهاركم ليل. آآ ننظم تنظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك تليم. وعشان صحتك برضو يعني. آآ لانك لو فضلت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار. زي ما تعرضت له قبل كده. كان عندكم قبل كده سوق اختيار. شايفة في عندك يا جوزيك. انتصار على ظلم. انت تعرضت له. في الظلم انت تعرضت له. عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون فقدت الامل خلاص فيه آآ في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك يعني بعد ما هتكون فقدت الامل عندك انتصار. بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا آآ فيه جواء احتاف بظلم. ومش حاليا من صغره. لان شايفة فيه منكم آآ ممكن اتعرض ليوت من احد الابوين يعني آآ عينة في حياته. يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين. ده سبب له مشكلة فيما بعد. وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني فيه منكم لان فيه منكم اختار على مدار حياته وبعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة. استببوله بقاذا كبير يعني. او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتم تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكم يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام. انه مثلا حد بيقول اي علاقة ان مثلا شكلها مش هتكمل. اه انا حظي وحش وعارف ان مش هيحصل حاجة. فا برضو دي من الحاجات اللي مش مش طح ان احنا نقولها. لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لنفسنا حاجات سيئة. عايزين نلغي نظرتنا دي خالص نظرتنا دي لنفسنا. يعني لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تمشيش بجد. اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريقة تفكيرنا شوية ونكون واسكين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة. لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء. انتو فعلا كويسين. وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. اه اللي منكم عندو علاقة مع برج نيري. اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية. يعني ممكن ده بيعمل سوق تفاهم في العلاقة. رغم ان فيه بنكو حب على فكرة. المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان. بزدات الاسد. انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية. انا شايف الكراءة بشكل ايجابي. لو بصينا لنص الكباية المليان. المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك. يعني لما اقول اني فيه جوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لي ده. لو انت سعيت لي ده. مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني. لأ. انك تغير تفكيرك شوية والكلامي بس عشان محدش يزعل. مش معناه انك وحش بالعقل خالص. بس عايز اقول لك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي. مش مش هينفع ايجات حك عليك وفرحك مسلا بكمتين من برا. اه فيه رجوع وفي اه وفيه حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوة. يعني اللي انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معاك. ده في الحالات اللي انفع فيها زي ما قلت يعني. لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا. يعني بخروجك منها انت الكزبان. اللي منفاصلين. ومش مرتبطين خالص اصلا. آآ مطلوب منك التركيز كويس جدا. زي ما قلت في الاول. لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين. واحد كويس ومناسب. واحد لا كويس ولا مناسب. انت اللي لازم تختار. عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود. انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا بينين جدا على فكرة. آآ ربنا يوفقكم اللي في الخير آآ القراءة انتهت. آآ بدالكو كلكو بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل امور حياتكو يا رب. امور حياتكو يا رب. امور حياتكو يا رب. ترجمة نانسي قدامكوية.